من خلال وظيفة التوجيه مؤسسة من خلال تحريك عمل الوظائف الإدارية الأخرى مفهوم التوجيه نقصد بالتوجيه إرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذهم للاعمال ضمانا للالتزام بتحقيق الأهداف بأقل الجهود والتكاليف وهذا يتطلب الاتصال يتطلب الاتصال الأفقي والرأسي بين المستويات الإدارية لتحقيق الاستجابة المطلوبة العنصر الثاني التأثير في الآخرين من خلال ممارسات عملية القيادة العنصر الثالث صنع القرارات وتمريرها إلى المستويات الإدارية والعمل على وضعها وموضع التنفيذ النقطة الرابعة دراسة دوافع المرؤوسين والإداريين بشكل عام وإجراء ما يلزم لحفزهم ورفروحهم المعنوية مبادئ التوجيه تنطلق وظيفة التوجيه من المبدئين أساسيين تحددان الإطار العام للعمل الإداري في هذه الوظيفة وهذين المبدئين يمكن عرضهما على النحو التالي المبدأ الأول مبدأ وحدة الهدف وتطلب من القائد إيجاد التقانس والتكامل ليس بين أهداف المؤسسة فقط إنما مع الأهداف الشخصية الموظفية وتتذكرون في الفصل الأول في تدور الفكر الإداري كيف أن الإدارات أهتم بالجانب التنظيمي للمهم والواقبات وتهتم بالجانب الشخصي بمعنى الاحتياجات الشخصية والاحتياجات الاجتماعية والسيكولوجية للموظفين المبدأ الثاني مبدأ وحدة الأمر أن لا يكون للموظف أكثر من رئيس واحد وأن يتلقى الأوامر والتوجيهات من مصدر واحد فقط إذن هذه هي من المبادئ المهمة للتوقيه والتي تركز عليها وتصر عليها لضمان تحقيق أحداث التوقيه العناصر الأساسية للتوجيه العنصر الأول القيادة الإدارية العنصر الثاني التحفيز العنصر الثالث الاتصال وفيما سنتحدث عن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة بشيء من التفصيل وفي حدود وهو مطلوب منكم في الكتاب المقرر اشتركوا في القناة